ضدها مادام جنجا هي خلاص اكدت وقعت الانتحار وقالت الملابسات اللي دفعت سعاد حسني للانتحار بيهدوه شديد يا استاذ واقل اي واحد بيموت ايه الاجراء اللي المفهود بتعمله البوليس هناك مش المفهود انه بياخد يرفع بصمات يعني هي بتقول انه هي وافت على ترابيزة هل البوليس خد البصمات اللي على الترابيزة هل وصل في بيتها واخد الحاجات بتاعت المرحومة كلها علشان يحقق في الموضوع ما ديه لسه ما بانتش هي ايه طيب تحيب داخل اجابة منها لا لا ديها واحد بس يعني المفهود ان البوليس بيخش بيرفع البصمات اكيد رفع بصمات في بوليس ما رفعش البصمات لا ما رفعش بصمات يعني حد جو المحكمة قالك انهم ما رفعش بصمات حد سقط من شقة ما رفعش بصمات حد سقط من شقة في اقدام موجودة كتير واتسألة رفعوا بصمات ولا اذا كان في انقرة في المحكمة رفعوا بصمات ولا كله عملوا كله طيب ان كان هو عال في المحكمة احد الخضار اللي حققه في الوقاعة هنا كان بيقولي ان من الحاجات لفت نبقى انه سوعد اصيارة فطلقي بنفسها ازاي والسلك الشبه كان اللي يحضر البلاتونة ده اتنين متر ونصة هوا يا استاذ واحد طعوا ازاي يعني يا استاذ واحد اه. ياريتك تجيبه عالشاشة. اتنين متر ونص. وبالصعاد طولها والصور انا دخلت شقة اه دام ام علي. وقست الصور انا والاستاذ عاصم. مية وتميني. مية واربعين. وبالصعاد طولها مية وتمينية وخمسين. وده طوله مترين وشوية. وعرضه تلاتة متر وشوية. طول البلافون. طيب. هسأل ده. هسأل ده. هسأل ده وارجعلك في اخد منها تعاليك دقيقة. ما انت سألتيها? لأ ديها واحدة انا بطرح. انا بسألهاش. انا راتش بطرح انت اللي حازك تسألها. دلوقتي في برنامج طلعت هي فيه. في الفين وتلاتة. مم. ماس كان مخدة فيها دم المرحومة. طب المخدة دي ما خدعاش البوليس ليه? وده دم المرحومة اللي عدت عايزة عليه دم سنانها. ازاي البوليس دخل باوصن. اه هي اللي قالت كده في البرنامج. اه. خلاص? وبتعايز وهي هي هي. كده. خلاص? والبرنامج ده موجود ونزل في الفين وتلاتة. صوريته في الفين وتلاتة. بعد القضية متعفلت في لندن. طيب. طيب. هل الدم ده يعني في المخدة دي? البوليس ما خدعاش ليه? مدام هو دخل وعمل ورفع بصنات وعمل كل حاجة. وده دم سعاد حسني. كان المفوض يشوف المخدة دي اللي عليها دم سعاد حسني. طب واوة البوليس هتوا. بسبب ايه? انت على يقين شرطة البريطانية. اه طبعا. اه طبعا. انت قلت ان قلت ان قلتين بس شان ما يضعوش. هنا واحد اللي هو الكلام حتى انا كنت وانا في الفاصل احد القضاء اللي حققه في القضية هنا يعني فبقولي اللي كان لفت انتباهه جدا. بس هو طبعا كان سعاد دفنت فكان لفت انتباهه ان سعاد قصيرة. لا يمكن ابدا انها تغمي نفسها في ظل وجود كمان شبكة انت قلت عليها كنت احطاها على البلكونة عشان تحمي البلكونة من الطيور يعني من دفل الطيور. انا عندي كرسي اتنين كرسيين في البلكونة. لما هي حطت الترابيزة طلعت على الكرسي وطلعت على الترابيزة خلاص. مش بتحقه. كان البصمات. بصمات ايه. ده البيت مفتوح لكل الناس. بصمات ايه ما اخدوا بصمات واخدوا المعصصات. يعني ان انت بتقولي واحدة وايفت على ترابيزة. مش هياخدوا. وده كلامك اللي انت قلتين. مش هياخدوا البصمات من على الترابيزة وعالصور. انا مش كلمت معك ومش عايزة اتكلم معك. اوكي عايزة اتكلم معك. اتكلم معك. خلينا كده احسن. نتكلم مع بعض. وبعدين. عشان بس ما يبقاش في مقاطع. وانا هاسمع تعليقها في دا وجيلك على طول. اه المهم انها تطلع على. النت بقى. النت بقى لما تقص. النت ده مش دود خارز وإلاستيك. مين اللي هيقص الشبكة? هي قصتها بالمقص. بالمقص. يعني هي طلعت على كرسي. نو 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 استنى بس. دي فايبر في الاستيك يعني فيها قصت. اه. مش دودة كده هو. وانس حتقص دي كده هو. كله حيتفتح. اه. فيهمت. بالزبطة دي يا استاذ والي. بالترتيب ده. اه بالترتيب ده. وبالطول ده. اه بالطول ده. اه بالطول ده. اي سعني السادس ساميش صبري هو قص التول. ووقف مكان المرحومة. عالترابيزة اللي هي بتقول عليها. والكلام ده وقالك مستحيل. مستحيل. لان عشان تقطع على المسافة دي لازم تنزل وتطلع. تنزل وتطلع. لا 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 لا. تمسك كده هو. تروح قص عشان ده الاستيك. وانس قصيته. خلاص بيترفع. اه. وبالتالي هنا. اه. نعم يمكن زي ما بتقول انت انها. اه. طلقي بنفسها يعني. افكر طبع عادي جدا. طيب. طلقي بنفسها يا استاذ والي تبقى بقى جنب الجسمان. جنب المبنى. وضع الجسمان بتاع المرحومة. بعيد عن المبنى اربعة متر وشوي. مش جنب المبنى. وبعدين حقولك على حاجة. بعيد يعني. بعيد يعني من قوة الدفع يعني ان في حد دفع. اترامد. يعني الانسان لما بيجي بيسقط. سقوط. مش اسقاط. هل ده صحيح ولا عصر على سعادته. غلط. غلط. كل كلمة اتقالت يا واقل. في الكتاب او في اي بروجرام او تهموني به. غلط. او لا لا يا جريمة. ما انتم عمين بتجر في دمها. حد يحط موضوع صفوة الشريف في الكتابة عشان يفضح اخته. عشان يفضح اخته. باش كل دالش. عشان الفلوس. يا ساتري يا رب. تعال شكرا ما قل η اللي قالك انها ممكن طيب لو سمحت لس كده أناك نتدنى أقولي إذا أعد grandma وعلى أسيد Algara ما قلتني عارفة متأكدة أن تعال اختي 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 ايه اللي اكدلك ان سعاد حسني كتبت مذاك خلينا ادخل في المهم سيبك من التفاصيل دي ايه اللي انت بتقولي ان سعاد حسني لا ما كتبتش سجلت 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 اوكال انت بتقولي سعاد حسني قتلت لانها عندها مذاكرات تمس اشخاص ولو سمحتوا يا جماعة مش عايز خلي كلامك يا مادام نادي العالة خلي كلامك لو سمحت معا خليني باش لو سمحت فيه مشهد في برنامج انا خليها كمل السؤال انا ما سألتش ايه اللي خلينا عشان بس المشاهد يبقى يبقى فاهم انا ممكن اكون فاهم ايه اللي خلينا اقولي ان سعاد حسني سجلت تسجيلات فيها مذكرات تفضح فيها بعض الاسماء ومنهم كبار زي صفة شريف لانه كان فيه قضية شهيرة هي قضية انحراف المخابرات اللي حتى قدمها زعيم الراحل جمال عبد الناصر للمحاكمة وقال اكتشفنا انحرافا في المخابرات لهم بيستخدموا بعض الفنانات للسيطرة على مسؤولين يعني يصوروهم مع مسؤولين اجانب مع شخصيات طلعت كذبهم في التحقيقات بكلامهم مش بكلام اي حد تالي ايه اللي خليني فين التسجيلات دي لا اثبت فيه اثبت فيه استاذ وائل في التحقيقات دي ان كلام موافي في التحقيقات مضاد لبعضه وان سعاد حسني معملتش باي عمليات موافل اللي هو اس اسم السيد صافة شريف في اوغاية القضايا لانه كانوا بيقدموا في القضايا باسماء حركية وما جبتش كلام من نفس الاعترافات بتاعته اه كلام وضده كلام تاني قالوا دي بتثبت ان برائة المرحومة من اي كلمة هو قالها في التحقيقات دي دعا اثبتوا موجود في الكتاب طيب خليني تسجيلات بصوت سعاد حسني كانت موجودة فين التسجيلات دي علشان انتو بتقول ان سعاد قطلت بسبب هذه التسجيلات كانت متفقة التي تمس مسؤولين كبار ومنهم صافة شريف فصافة شريف قتالها واكلف مجموعة اشخاص من بينهم السيدة نادية يسري بذلك فيه مقطع فيديو في الحاجات اللي انا منزلها في الكتاب بيأكد ان فيه صحفي لبناني وواحد شخص تاني مصري كانوا متفقين معاها على تسجيل مذكراتها واتفعت معاهم على المبلغ واتفعت معاهم على كل حاجة وهي في خلال الفترة اللي كانت في المصحة كانت بتعمل ده وخرجت معاها الشرائط دي من المصحة مين شاهد بوجود الشرائط دي نعم مين شاهد بوجودها مين الاشخاص هي بيأولك خرجت من المصحة وكانت معاها لما راحت لنجة وصلت عند نجة يوم العربعة الساعة اثنين ونص التسجيلات كانت موجودة كانت معاها تسجيلات فيها ايه بقى تسجيلات بتقول كل قصة حياتها يا استاذ وايه لان اعرف فيها ايه اذا كانت هي تسرقت هتوقع وانا اقولك هي فيها ايه لا مضمنها منا مش ما يعني ايه اللي خلي انت هنا بتجزيمي بشكل واضح ان خطة القتل بدأت من فوق من صفوة شريف وكلف مجموعة اشخاص من بينهم نادية يوسري بقتلها عشان اقول ده يا مدام جانجي خلينا بس امش معاك خطوة خطوة لازم يكون انت بتكلمي عن قتل دم لازم يكون عندي ادلة واضحة دامها والادلة موجودة وانا اضلع لك الورق وانا هحفظ الورق كله والادلة موجودة عندك في الكتاب انا كتبها كلها ونزلها كلها وهو كده المخابرات يعني كتوافعت على نزول الكتاب لو هو ما فيوش المصدقية ديوبة تاهم اشخاص خليني الادلة يعني الكتاب ده خد موافقة من المخابرات العامة لو انا كنت متهمة حد بالزور هنا وما فيوش دليل عليه كانت المخابرات العامة كانت وافقت على نزول الكتاب وتشويع اشخاص مهمين في البلد لا بس القتل مكانه المحكمة مش مكانه كتاب يعني القتل هنا عشان اتهم حد بالقتل مكانه المحكمة يعني ده لازم يتحول الى طيب المحكمة طيب قولي بقى المحكمة الدكتور عشرف مروان اتقتل ده من المحكمة فين المحكمة فين اللي اثبتت ان هو اتقتل ليسي ناصف اتقتل طيب خطوة وراجعة زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا العضايا دي العضايا دي صعب جدا لان احنا لو خدنا بنا ان الجهزة دي لما بتشتغل الشغل ده الشغل ده بيبقى فيه اطراف كتير وكلهم بيبقى مسكين حاجة على بعض وما بيسيبوش حاجة وكده تقدر انت توصل لدليل لانه بيينهوا كل حاجة ودليل وراهم فده صعب جدا القضايا دي انك انت توصل لدليل ما جي ملموس لكن فيه قرائم طيب يعني انت خلصت في النهاية الى ان سعاد قتلت بسبب هذه التسجيلات ايوا لان انا بقول لك هو يعني انا عرفت ان هي كانت متفقة ومتفقة مع صحفي لبناني وواحد تاني وعلى تسجيل الشرائط واتفقت على الماديات وكل حاجة وكانت بتسجيل الشرائط دي معاها هناك وخرجت يوم الاربع الساعة اتنين ونص تلاتة بالورع الرسمي وصلت عند المرأة اللي فيها سيدة نادية والشرائط دي قتلت عشان الشرائط دي قتلت عشان الشرائط لانها تفضح مسؤولين كبار في مصر ايه هسأل بقى مدام نادية ومش عايز خلي مدام جنجلوس سمحت كلامك يبقى معايا عشان بس احنا امام مشاهد يا جماعة وبعدين في كل الاحوال كمان يعني حتى احتراما لسعاد حسني اللي انت بتقول انا عاملة دا من اجلها وانت ايضا بتقولي انا بحب سعاد حسني انا عايزة لسا أسأل شرائط للمدام نادية هيا بتشتغل ايه خلينا لا هخلي دا في الوقت